برحب بك مرة تعنيش سيئة شكوري كميرا هنعمل ايه النهاردة بايش اتمنى؟ هنعمل ايه النهاردة؟ النهاردة هنعمل تارت الشوكولاتة ده الحلوة بتاعنا اه هنعمله بطريقة بسيطة جدا مش معقدة خالص اي حد هقدر يعمله بطريقة نجحة ومضمونة 100% هنعايز اركز بقى على طريقة بسيطة جدا واكتصادية جدا لان احنا بنعاني من ازمات كبيرة جدا بالزبط بالزبط هنكون موفرين على قد ما نقدر فيه الاكلات اللي باعمل لا هي الطريقة بسيطة ونجحة مضمون يعني 100% ما فيهاش اي تركيات او لا اي حاجة نقول المقادير المقادير اللي معانا احنا معانا 700 جرام لبن معانا 300 جرام باسكوت احنا هنا تحنى خليناه في الكيتشن ماشين تحنى عندنا 120 جرام زبدة عندنا 50 جرام سكر عندنا فانيليا عندنا 120 جرام او 150 جرام شوكولاتة شوكولاتة غامقة عندنا 50 جرام نيشا اوكي الباسكوت نوع ايه؟ اي باسكوت سادة انت حب اوه يعني النوع اللي بتحبه مفيش اي مشكلة يعني اي نوع ايا كان هيبقى لطيف لحد الطحن تمام اوكي احنا هنا هنالسانس الحادق بتاعنا احنا حضرنا العصاج قبل الهوى بس او عشان نلحق ان نكون جاهزين نلحق الوقت او العصاج احنا هنا في الحادق معنا 400 جرام لحمة عملنا عصاج عملنا ازاي العصاج نزلنا باللحمة الاول في الطاصة وهي سخنة بالزيت وبعدين حطينا عليها بصلتين متوسطين متقطعين مكعبات وقلبنا البصل برضو دبناه مع اللحمة وبعدين زودتها كباية عصير طماطم وعليه معلقة صلصة شانتين ديلون انا بحرتها هنا البهارات اللي كانت معينا كان معنا بابريكا حطيناها اللحمة فلفل اسود اساسي زعتر حطيت عليها زعتر وحطيت عليها حبهان فاودر وورقتين لورا شناهم يعني عشان يدوها طعم ده الحدق بتاعي هو طاجن بطاطس باللحمة المفرومة ده المسمى بتاعنا احنا هنا معنا 400 جرام الوجبة دي هتبقى كافية لأسترا مثلا اربع خمس افراد الطاجن هيبقى كفاية يعني هيبقى لطيف جدا هيكفي غدا حلو جدا هنعمل جامبه حاجة لو احنا في البيت انا هقدم جامبه اساسي طبق صلطة خضراء اوكي حابين نعمل جامبه رز ابيض بيبقى رائع رز بسمتي بيبقى حلو جدا الناس اللي مش عايزة تاخد كربوهيدريت كتير حتى اكتفي بالشرائح البطاطس اللي موجودة في الطاجن يعني ممكن ناكلها بعيش عادي يعني كأنها وجبة متكاملة هو الطاجن ده متكامل يعني احنا عندنا الكربوهيدريت المفيدة اللي هي في البطاطس احنا عندنا هنا ثلاث بطاطسات نقول مكونات بقى نقول المقادير بشكل تفسير عندنا هنا 400 جرام لحمة حطينا عليهم بصلتين متوسطين عندنا تقريبا ثلاث اربع بطاطسات قطعناها شرايح انا هنا عملت فيها حاجة لطيفة عشان اتجانب خالص ان انا اقليها اعملها اي حاجة انا نزلت عليها التعتاش رايح كده ونزلت عليها مية سخنة من الكاتل ده يعني مش مسلوقة مش مسلوقة لا نزلت عليها مية سخنة من الكاتل وسبتها فيها حمس دقيق وصفتها فيه طريقة تانية برضو تنفع قوي للبطاطس ان احنا بنفس الطريقة دي فيه طاصة فيها شوية زيت زتون هنفضل نقلبه 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 في الطاصة ونضيف له بقى البهارات بتاعت البطاطس عشان تديله تعمل ميكس حلو مع اللحمة عندنا برضو البابريكا والزعتر طبعا وملح وفلفل اساسي في الحياق يعني في الحياق بالزبط احنا كده اللحمة كده خلاص حلو قوية دي طريقة ان احنا بنعصج لحمة عادي بنعصج لحمة بالزبط اه بالزبط اه طيب تمام انا ديت لها الصدمة عشان اقضي على اي حاجة في اللحمة بس كده اللحمة خلصت خلصونا كده اللحمة جاهزة تمام تمام احنا هنكمل الحادق بتاعنا هنعمل حرقة في الحادق عشان نوفر وقت في الحلوة الحلوة بتاعنا هنعمل ايه؟ احنا هنسايح الزبدة انا عارفة ان انت بتحبي تركيزي على الحاجات الحلوة وتعملي الحاجات الحلوة اه شوية انا فعلا بحب يعني انا شغلي كله حلويات مش طب قولنا انت كمان بتدي كورسات للبنات اللي مش بتعرف تطبخ او كده بتحاولي انا بدي كورسات بس برضو في مجال الحلويات يعني بدي كورسات في التارت الاوروبي اه يعني انت مخصصة ان هو حلويات يعني اللي حابة تعمل حلويات اه لان الحلويات غالبا بتبقى اسعب من الحادق يعني الحادق سهل ان احنا نتعلموا يعني لكن الحلويات فيها اتكارات دايما الحلويات كيمياء سيفا الحلويات مقدرها لازم تبقى مظبوطة بينها اه احنا لو ما بنعملها في البيت ما بتطلعش زي بره اولادنا طول الوقت انت يا مام تعرفيش تعمل الحاجة الكيك بتبواضيه يا مام فاني جيب كيك من بره يعني هي داي المنديل سفا فالسايا بوسي هو اللي بيشتغل بطريقة احترافية وبيشتغل بالمقادير يعني فيه مقادير بتبقى يعني يعني تبقى للمواصفات او يعني المقادير الاصلية بتاعت الوصفة مش مت يعني فده بيبقى بطريقة احترافية الحاجات كلها بيدرامات التارت الفرنساوي الفرنجيبان تارت الحاجات دي كلها ده كورس للتارت في كورس الكيك اه ايه ده فعلا انت نقسمها الكورسات على حسب الاكلة او الحاجة اللي انا عمل التارت ده عالم التارت ده عالم مثلا منتعلم فيه 8-9 اصناف فالتارت ده قصة الوحدة اه الكيك طبعا برضو قصة تانية احنا كده سياحنا الزبدة هنضيف الزبدة على البسكوت انا حاسة ان مقدرة كلها سهلة جدا 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 مش هتاخد اي وقت خالص خالص اوه تقريبا مقدرة كلها عندنا في البيت مفيش ايه طاق يعني قالب التارت بيبقى القاعدة بتاعته متحركة احنا هنحطنا الزبدة على البسكوت احنا بستعايزين نحط اللبن هنزخل اه احنا هنعمل حاجة اه زي بودنج شوكولاتة اللي هنحش بيها التارت اوكي احنا عندنا اللبن هنضيف عليه السكر خمسين جرام سكر هنضيف عليه الفانيليا اي حد مش بيعرف يعمل حلويات لو يعني خد الكورس يقدر يفتح مشروع طبعا طبعا التارت ده من المشاريع يعني التارت ده من الحاجات الحلوة جدا لان هي فيها تخصص يعني انا دايما يعني عارفها يعني انا اول ما بتعديد شغل خالص كنت بشتغل الحلو كنت بشتغل الحياة ده لا اما بتركزي في ايتمز معينة حسني انتي بتطلعي حاجة احقا بالزبط بالزبط لا يعني لا خلاص انا لقيت نفسي في الحتة دي طبعا قصدي اي حد بقى حابب انه هو يعمل مشروع او بتحب الحلويات بس مش عارفة تجدد فيها نقدم او نكلم بقى مع أستاذة ميربت هنوصل لمشروع حلو جدا برضو الكيك الكيك اللي هو بالعجينة السكر والحاجات المجسمة والحاجات دي برضو نعمل فيها كورسات الحاجات السيامي دي برضو يعني عندنا كورس سيامي كوكز حلو قوي يعني السيام عندنا طويل وبقى فيه نباتين كتير دلوقتي كان عندنا كم حاجات كم حلقة هنا في السيام عملنا فيها حلويات وأكلات فالسيامي احنا بنحتاج ان احنا يعني ننوع فيه والن نعمل حاجات لطيفة ليه الولادي يعني هنا احنا حطنا اللبل والنشا والسكر قلبناهم عشان النشا متكلكعش هنخليه هنقلب بقى كده علشان يبتدي هسبنا الزبدة على البسكوت من غير ما نقلب هقلبه حالاً انا بس قلت احط ده عشان هياخد وقت ان هو يتماسك لغاية ما يعني قوامه يبقى سميك شوية طب احنا حطينا ايه تاني معلش نركز بس حطينا ايه 700 جرام لبل حطينا 50 جرام نشا حطينا 50 جرام سكر عادي تمام ورشة فانيل احنا هنا بس عشان النشا مترس سيبش تحت نبدأ نقلب فيه هنروح بقى التارت احنا هنا عملنا الزبدة ضيحنا الزبدة المياه 50 المياه 20 جرام زبدة على 300 جرام بسكوت اللي احنا ضربناهم في الكيتشن ماشين خليناهم بودر هنجيبقى نقلبه كده هون بقدينا مش بمعلقة عشان اه لا عشان ندخل الزبدة اه والبسكوت بيبقى هم هعمل زي رمل البحر كده بالضبط احنا بنبقى مسخانين بقى الفرد يبقى عمل كده هون بس يبيتماسك ازاي اللبن هنا ابتدى هوي ليه كوان معين اللبن هيبقى عمل زي المهلبية هو ابتدى لما يبتدي اللبن شوية يدخن هنضيف عليه الشوكولاتة على طول هم ابتدى هنا هون هنضيف له الشوكولاتة هنضيف له الشوكولاتة الريحة طلات ريحة الحلويات برضو ليه يعني كده تميز كده كده احنا خلاص خلصنا الحشو بتاع التورت هم بنبقى نقلب طبعا لحد ما نضيف حد ما الشوكولاتة احنا ممكن نضيف اكاي نجيب حاجة نحط عليها اله ممكن نحطها على الطبقة كده لا بتا مشو نضيفها هنسمع كمان البابلز اللي بتطلع طلحها كده احنا بس هنخليها لغاية ما الشوكولاتة تدوب تمام يعني احنا خلاص قفلنا البوتجاز مش عايزين بتاين خلاص خلاص اه احنا عندنا الشوكولاتة دي برضو ليها فواد كتيرة جدا الشوكولاتة دي من الحاجات يعني اللي بتحسن المزاج اللي بتاع التركيز شوكولاتة غمقه او شوكولاتة غمقه شوكولاتة غمقه يعني اصحاب الدايت يمتنع ولا يأكلوا لا يأكلوا بس يعني بنأكل ايه بنأكل قطع صغيره يعني يوميا قطع صغيره بتحسن المزاج وبتعلي التركيز لاني في دراسات قالت ان الكاكاو الشوكولاتة فيها مادة بتسرع من تدفق الدم لاجزاء المخ فبتساعد ان احنا نبقى منتبهين ومركزين يعني الكاكاو مش بينايم الكاكاو منبه ايوه لا الكاكاو منبه كده احنا خلاص خلصنا البودنج بتاع التارت تمام هنيجي بقى هنا هنعمل هنعمل التارت بال هنحطه في استنيين حواليك على حاجة احنا احسن حاجة الاول نعمل السرفيز نحطه في الفرن عش هنلهز البطاطس نحطه في الفرن هنرجع بقى للحادق بتاعنا هنرجع للحادق طاجن بطاطس باللحمة المفروض اه احنا عندينها البطاطس اهيه هنرسطها في الطاجن بتاعنا هم يعني خلت سنة كده ان هي مسلوقة بس هي مش مسلوقة اه هي متمسكة احنا لسا هنحط عليها زيت زتون وحنبهرها بالبهارات دي فحتكمل سوى كمان في الفرن يا اما انا على طاصة شوية زيت زتون نقلبها ان انا بنحمرها شوية بس في زيت قليلة بس ممكن تتهري مننا او يعني تباد مننا لا مش هنبقى سلقنها يعني لو احنا هنقمرها هتبقى تبقى طازة هم هنرسطها كده هم هنرسطها كده هنرسطها كده هم 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 ثوابع مدورة كده يعني بيحبوا البوري الحاجات دي بتبقى حلوة قوي هي مغزية برضو وكمان البطاطس فيها ميزة هي صحيح كربوهيدريت بس هي من انواع الكربوهيدريت الصحية من انواع الكربوهيدريت اللي مش بتعلي الانسولين بسرعة في الجسم فهم من الكربوهيدريت الصحية احنا بينا نرسها بشكل معين عشان لا يعني هنرس الحلقات بشكل متساوي يعني كده يعني نعمل طبقه هم كده حطينا كل البطاطس تمام تمام كده خلاص البطاطس هنحط عليها زيت زاتون هدقي كده شوية رشا يعني على كل البطاطس اللي احنا حطينا اه رشا زيت زاتون هؤرجي زيت زاتون من الحاجات المفيدة يعني هم هم وغلص كده كفاية قوي نرش بقى رشا من البهارات اللي احنا كنا حطين شبهها في العصاج رشة فلفل رشة بابريكا رشة زعتر برضو زعتر من الحاجات الحلو قوي اللي بتعمل مكس حلو جدا مع البطاطس قوي يعني احنا المقادير كمان معنا على الشاشة عشان المقادير بالضبط او نحط ايه البهارات بالضبط بابريكا زعتر وطبعا الملح جميلة او ايه رحت اللحمة كمان بالبهارات جميلة نحطها كده مستوية كده يعني فيها تساوي ما بين البطاطس واللحمة بالضبط او زي المكرونة البشامال كده يعني يعني اوه بس احنا نرص كده ايه كده اللحمة تعملت تحطت احنا سوينا كده اللحمة حطها على درجة حرارة من 200 من 180 ل 200 تقريبا حسب الفرن بتاعنا حسب الفرن بتاعنا يعني هتعد هحط بس على الوش بتاعها هنحط جبنة بقى المتزرلة دلوقتي ولا بعد المتزرلة اه دلوقتي لا دلوقتي سوري اه دلوقتي لان هي قريدي الحاجات كلها مستوية يعني هي اللحمة مستوية البطاطس مستوية بالضبط فاحنا هنديها دي بقى كده ايه يدوبك الحاجات طعمها يدخل في بعض كده هنا تريبين 150 او 200 جرام جبنة حسب الرغبة انا هنا استخدمت متزرلة اللي حابب متزرلة كل الناس بتحب المتزرلة متزرلة بتدي طعم مطة والمطة دي بتدي شكل جميل قوي للعين هنا الطبق يعني عالي جدا يعني خلاص هو كده فيه بروتين وفيه خضار وزي ما قلنا ممكن نعملها لوحدها طبعا اللحمة كمان اللحمة بتتميز بايه بقى يعني ميزة اللحمة كبروتين ايه الحديد اللي موجود في اللحمة بيمتص من افضل الحاجات يعني من افضل انواع الحديد اللي بتمتص في الجسم يعني احنا بنأكل حاجات كتير قوي فيها حديد بس اعلى نسبة ممكن تمتص من اللحمة يعني الحديد بتاعها النوع الجسمي بيمتص معظمه بيستفيد بمعظمه هنحط رشة بصل اخضر كده ده بصل مش بقدونس لا لا ده بصل وردي بصل اه شايفا بقدونس عشان اخضر بصل اخضر هو تلعم يعني متورفر دلوقتي البصل بس كده اللي بقى الحاجات تبحت الحادق كده تقريبا خلصنا الحادق كده الحادق حيدخل على الفرن على طول يعني الطاجن كده جاهز ان هو ادخل الفرن بالزبط اه على درجة حرارة من 180 ل200 تقريبا تلت ساعة من تلت ساعة يعني من ربع ساعة لتلت ساعة ممكن الدنيا تكون جدا بس اول ما حنلاقي الجبنة ساحت كده وابتدت اخمر خلاص يعني هيبقى تمام زي ما انت قلت كمان يشاف انه اللحمة مستوية البطاطس مستوية فالدنيا اه يعني هو جاست ان مجرد ما الجبنة تسيح الدنيا هتبقى لطيفة يعني الطعم هيبا لطيفة هنلحق هنلحق طيب نكمل الحلوة بتاعنا بقى احنا عملنا البودنج بتاع عملنا جاهزنا بودنجل الشوكولاتة بتاعنا والشوكولاتة كلها هي ساحت تمام هنحط بقى البسكوت اللي عجناب الزبدة في الطارت اه العجينة هنا ملهاش مقدير ولا اي مش هنقعد نعجن ونخبز لا احنا جاست ان احنا دخلنا الزبدة عملنا الزبدة في البسكوت خلاص هي هندخلها التلاجة تجمت هتبقى حلوة جدا هنحط كده هندخلها التلاجة ده اساسي نعمل كده ان احنا هندخلها التلاجة وقت قد ايه تقريبا يعني مش اقل من نص ساعة عشان ابتدي حط فيها نعمل هنشتغل من غير الحطة بتاعة التلاجة دي هنشتغل ما تلاقيش هبتدي اضغط بيدي جامد جامد علشان اعمل طبقه تحته متمسكة علشان تمسك البودنج اللي احنا عملناه هفتد اضغط لازم برده اطلع على الحواف بتاعة التارت اسكينها كلها يعني امليها بالبسكوت كلها اه هم حاجة نضغط نضغط عشان يتماسك كده هي الكمية يعني واخده بالظبط اه هو يعني هو 300 جرام بسكوت دول بيعملوا قالب طارت 20 او 18 سنتي بيتعمل 20 سنتي يعني ده مقاسه 20 سنتي لو مش عندنا قالب الطارت او ما انا عايزة بديل بقى اي سنية عندنا هنعملها بس يريد تبقى مليها بتتفتح عشان تعرف مطلع الطارت يعني يعني ممكن يكون بديل طيام بس يكون يعني حاجة اللي رح نخرج الطارت منه بالزبط كده بالزبط كده نعمله الحافة بتاعته علشان هنعمل بقى حاجة لطيفة ده الحاجة اللي انا لقيتها هنا عندكم هنطغط بقى جامد على الطارت ده لازم كده او كوباية او لا كوباية اي حاجة عشان لما نيجي نقطعه يبقى متماسك متماسك يعني ما يتفرتكش من بعضه كده نبدأ نضغط عشان دخل كل الحاجات في بعضها تبقى متماسكة لما نيجي نقطع الطارت كده كده خلاص نعمل بس الجوانب نضغط عليه او الجوانب نضغط عليه عشان ايه برضو سهل جدا جدا بالزبط هو ما فيهوش يعني هو يعني ما فيهوش خبز او حاجة نعمل بطنج بس على النار وبنحط عليه ده طعمه بيبقى حلو جدا هو غني بالشوكولاتة فبيبقى طعمه حلو قوي كده احنا الطارت بتاعنا اهو اهو كله يتعمل كل الجوانب اهم حاجة نضغط عليه كويس جدا بقى عرقه يعني بقى ما نيجي نطلعه ما يبقاش بقى اي حاجة علشان يبقى متماسك في بعضه كده احنا خلصنا القعدة بتاعت الطارت هنجيب البطنج اللي احنا عملناها ده نستنى لما يبرد شوية ولا تمام احنا اه هو من تكيف المكان برد شوية يعني انا قصد في العام انه اه لا في البيت لا في البيت لا في البيت لا لازم نكون دم بردين شوية اه ونكون ده قريدي احنا عملناه وحطناه في التلاجة اه شوية عشان يكون متماسك اكتر عشان تكون الزبدة كمان مسكت اكتر يعني خلاص بقى بقى يعني التارت بقى بقى تارت خلاص يعني اخد القالب شكل القالب وخلاص تماسك وبقى مظبوط هنا هنحط البودنج على التارت واو ولادنا بتحب الحاجات دي كمان اوي شكرا ايه بس ايه كان في حاجة في السوبر ماركت دايما الولاد بيحبوها جدا انا كان بالشوكولاتة كده ده بالزبط هو الطعم بتاعه يعني ممكن نجيب الحالة كده شويه عشان الكاميرا بسطت تاني با شكرا تامين احنا ملينة خلاص بتخش الفرن بقى وقت قد ايه لا بتخش الفرن خالص 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 خلاص كده المفيدة كده التارت خلص بتحط في التلاجة بتحط في التلاجة تلاجة ولا دي فريزر يعني تلاجة عادية اه تلاجة عادية ايه بقى مش اقلي من ساعتين عشان يتماسك ساعتين كده عشان يقدر يتماسك ونعرف نقطعه كمان ما ساعتين وقردي متماسك اكتر وقردي هنكون احنا حطين قبل كده التارت نفسه البسكوت بالزبدة نص ساعة أو ساعة في التلاجة عشان يبقى متماسك طيب احنا هنا مجاهزين واحد معنا نحن نشوف شكله بقى كلنا متأهبين الله ده عملناه قبل البرنامج انا بس عشان ما ينفعش اطلع ده هو لسه معمول في حيط برتك اه لازم طبعا ياخد وقته لازم ياخد وقته في التلاجة اه من ساعتين لأكتر شوية فعنداني احطوه بط أكتر هنا انا عملته بردو في تارت بس لازم يبقى القعدة متحركة احنا اعمله ازاي بقى طول دي بقى معنا مثلا مج او معنا اي حاجة هنا كده هنحطه كده ببتدي نحرك بالراحة طلعنا التارت هذي التارت بعد ما بيجاد انا حطيت هنا عليه فورماسال سبرينكل كده اه حبيت اديله شاكلي يعني حلوة قوي قوي شاكله طحفة اه عشان كده فكريت ان هو القعدة تبقى اه اه متحركة احنا كده خلاص التارت كده خلاص التارت كده خلاص تمام يعني خلاص الاطراف بقى فعلا اللي ثبتناها اه لا فعلا مدية شكل هيبقى حلوة قوي مدية شكل التارت لما اه لما تبقى ثبتة كده